السلام عليكم ورجعنا لكم فيديو جديد اعرف ان المقطع تأخر وكان لازم ينزل من يومين او ثلاثة ايام لكن صار عندي مشوية تشغال واضطريت اني اجل المقطع بكل الاحوال في اليوم العاشر بدأنا اول مهمة بالاركيد واستخدمنا طريقة الدخول The Big Con اخذنا ملابس الحراس ودخلنا للخزنة بدون ما ننكشف اليوم بنسوي المهمة مرة ثانية لكن بطريقة دخول جديدة قبل ما نختار الطريقة وقبل ما نسوي اي شيء لازم نسجل دخولنا بالشركة او نادي الدراجات وبعدها ندفع 25000 عشان تبدأ المهمة طيب ارجعنا للوحة الاولى وما عندي لوحة ثانية او ثالثة لازم اخلص الاشياء اللي هنا وبعدها ننتقل للوحات الجديدة لما اقول نخلص الاشياء فانا اعني مهمة تصوير الخزنة والمعروفة بVolt Content شرحت المهمة في اليوم العاشر لكن مو مشكلة نتكلم عنها بشكل بسيط طبعا هذي تعتبر اهم واول مهمة لازم تسويها بعد ما تعيد مهمة الاركيد يعني كل ما تعيدها لازم تروح للمكان المطلوب تهكر جوال الشرطي تاخذ كل المعلومات اللي معاه من هناك بترجع للكازينو وتحاول تعرف مكان الكاميرات بعدها بكل بساطة تصور الهدف داخل الخزنة سواء كان فلوس او لوحات او ذهب كان فيه الماس بس حاليا غير موجود واحتمال يرجع بالعروض الاسبوعية او في مناسبات محددة طيب صورنا الهدف وطلع فلوس الحين نقفل الكاميرات ونطلع من الكازينو ونروح للاركيد طيب طيب بما اني العبت اخر مهمة بطريقة الدخول ذا بيك كون فمن الضروري اني العبها بطريقة الدخول مختلفة وعندي يا اما اختار سايلنت او اند سنيكي او اغريسيف بسبب اني افضل المهمات اللي ما تنكشف فيها فبختار سايلنت اند سنيكي ونندقل مباشرة للوحة الثانية وبعطيك حركة حلوة تسويها ما يهم ايش طريقة الدخول اللي عندك دائما دائما اختارها بهذا الشكل مسؤول الاسلحة اقل شخص ياخذ نسبة مسؤول السيارات اقل شخص ياخذ نسبة ومسؤول الهكر اعلى شخص ياخذ نسبة ليش تختارهم بهذا الشكل؟ لانك ما تستخدم الاسلحة وتاخذ السيارات من الشارع واكثر شيء يفيدك هو الوقت داخل الخزنة طيب بما اني شرحت المهمات اللي عليها اوراق صفراء في فيديوهات سابقة فبسوي الاربعة مهمات على اليسار وارجع لكم عشان نتكلم عن باقي المهمات ما كنت بصراحة ابي اصور مهمة مسؤول الاسلحة لكن في شغلة ضرورية لازم تعرفها اذا صار وجادك هذه المهمة اللي فيها سيارات حمراء ولازم تروح عند كل سيارة وتفجر الباب اللي ورا عشان تشوف اذا فيها الاغراض فبعطيك طريقة تسهلها عليك بشكل كبير السيارات الموزعة في اماكن بعيدة جدا عن بعضها واذا تبي تروح وتجرب كل السيارات فعلى كذا بتخسر وقت على الفاضي لهذا السبب افضل طريقة تقدر تلاقي السيارات المطلوبة هو انك تروح للسيارة الواقفة بتلاقيها على الخريطة وواقفة مكانها على عكس باقي السيارات اللي تمشي على الاغلب تكون واقفة جنب بقالة او محطة بنزين بس روح عندها واسرقها وانا اضمن لك انها السيارة المطلوبة طبعا يفضل تفجر الباب اللي ورا قبل لا تاخذها يعني عشان تتأكد وبنفس الوقت ما يصير غليتش او خطأ لانك اخذت السيارة قبل لا تعرف اذا فيها الاغراض بكل الاحوال ما تبدأ المهمة وما يطلب منك ترجعها للاركيد الا اذا فجرت الباب وحصلت الاغراض فبوقف هنا جنب البحر على امل اني انزل واطلع بدون ما اموت وبس حط ستيكي بومب وفجرها الحين يقول لي بس ضيع الشرطة ورجع سيارة للاركيد وهذا بالضبط اللي بسويه طيب خلصنا المهمات الاربعة الاساسية على اليسار وصال لازم نتكلم شوي عن المهمات على اليمين في عندنا اثنين اساسية وثلاثة اختيارية فعشان نكون ماشيين بشكل صحيح نبدأ مع الاساسية وبعدها نروح للجانبية الاولى عندنا مهمة اجهزة الليزر وهي الحفارات اللي بتستعملها عشان تفتح باب الخزنة طبعا كالعادة فيه كثير طرق عشان تسوي المهمة كل مرة تجيك طريقة مختلفة بالنسبة لي فكان لازم اروح لشركة الكهرباء على يمين الخريطة على حد علمهم فانا جاي بسيارة ما عندهم اي خبر اني جاي بطيارة حربية وفسارقها من المطار الحربي وبفجر المكان بالجنود اللي فيه طبعا اللي عندي هم جنود كليفورد او شخصية ايفون واتكلمت عنهم في مقطع قصة الفاسيليتي اذا تحب تشوفه بحط لكم الرابط تحت الفيديو اوف 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 ايش دا؟ ايش القناص المحترف دا؟ لا لا مستحيل مستحيل جابني هيتشوت وانا في الطيارة شوفهم صح جنود ايفون اقوياء وذكاء اصطناعي وزي كذا يعني بس مولا هذي الدرجة ايش فيه؟ طيب اه مو مشكلة ابدا برجع لهم مرة ثانية بدون طيارة وابريهم شغلة يا للمرة ما اتفقنا زي كيا اقول لك شيء اه دقيقة اطلب سيارتي عندي خطة بسويها فيهم حمثلات اوقفي انو جهة اليسار مكشوفة بالكامل فعشان كذا تقتلوني بسرعة فبروح من اليمين واخذ كفر عند هذا الاشدار ومدر كيف اتعامل مع الوحش اللي بعد شوي بيفجر الاشدار ويقتلني اه اظن افضل شيء او تستخدم هذا السلاح قل المتفجرات او اه مات واحد بل غلط اه بس كان موظف عادي انا بيقتل الوحش ذا اه اش صار؟ شكل اكلها بس ما ما تصدقون ايو الحمات طيب اه بقي بس اقتل قناص ذا اللي نزلني من الطيارة وندخل على المستودع حلو حلو اه طيب حلوين فيه اربع حراس بس نقتلهم على السريع وناخذ اول دريل او جهاز ليزر ونطلع من المكان بسبب ان المهمة الاصلية تبدأ بعد ما تاخذ الجهازين فاقدر اروح للاركيد بدون ما تجيني اي شرطة او عصابة على الطريق وصلني الجهاز الاول وباقي نروح نجيب الجهاز الثاني ومثل ما قلت انا مسوي خطة الخطة ما تنتهي لين تخلص المهمة بسبب ان جنود ايفون بيجوني اول ما ااخذ الجهازين فبكل بساطة جبت طيارة تليكوبتر معي الحين اذا اخذت الجهاز الثاني وطلعت من المكان بتشوف على طول طيارتين باللون الاحمر طلعوا على خريطة بسبب اني انا كمان جاي بطيارة فاقدر بكل بساطة اهرب منهم وارجع للاركيد في المرة الاولى ما احتجتها لانه ما في عصابات لكن في المرة الثانية كانت ضرورية عشان تخلص المهمة بسرعة طيب خلصنا مهمة اجهزة الليزر صار لازم نبدأ مهمة نانو درونز او طيارات الدرون الصغيرة هذه الطيارات تقدر تستعملها عشان تقتل الحراس اللي لابسين دروع بدون ما تنكشف يعني تقدر تضرب سهم او كهرباء وتقتل اي شخص على طول بكل الاحوال اذا بديت المهمة حاول تاخذ طيارة هليكوبتر فيها اسلحة او سيارة عادية لانه ضروري جدا تستعمل الاسلحة اللي معك وما ينفع تاخذ هليكوبتر عادية الشغلة جدا بسيطة بس فجر درون بالسلاح بعدها امشي بالسيارة فوق اللي فجرتها وبتاخذها وبتتسجل عندك الحلو بالموضوع انك مو ضروري تاخذ كل واحدة وترجعها للاركيد لا تقدر تجمعها كلها وبعدها ترجع لاركيد مرة واحدة فيعني هذا بيسهل عليك الشغلة بشكل كبير طيب الحين اذا جينا للزاوية تحت الالمين في عندنا مهمة سيكيوريتي باس وهي مهمة جانبية لكن الافضل تحسبها كمهمة اساسية لانها جدا ضرورية وتفتح كل الابواب بدون اي تهكير ولازم تسويها مهما كانت طريقة الدخول اللي عندك في الفيديو الماضي اخذنا سيارة من الكنيسة ورحنا لمستشفى عشان نجيب المفتاح من ملابس احد الاشخاص لكن اليوم بنسويها باستخدام الاحتفال يعني بنروح لناس متجمعين ومسوين حفلة ونحاول نندمج معهم ونعيش الجو لكن ما نعيش الجو بالزيادة عشان لا يصير فينا مثل هذه البنت بكل الاحوال في عندك وقت تحت على اليمين ولازم تحاول تندمج معهم بالحفلة عشان لا يزيد وتجيك الشرطة طبعا بتجلس لمدة دقيقة تقريبا على بال ما لستر يتواصل معك ويرسل لك صورة بالشخص المطلوب بعدها تروح عنده وتدور على المفتاح معه اغلب الوقت او كل الوقت ما تقدر جيب المفتاح من عند الشخص المطلوب لازم تدور في الدائرة الصفراء لانتلاقي البطاقة او مفتاح الابواب بعدها طبعا ما عليك الا تطلع من الحفلة وتهرب من الشرطة واول ما تروح النجوم من عندك تخلص المهمة وتقدر ترجع للاركيد بكذا نكون خلصنا كل المهمات المطلوبة ونقدر نبدأ المهمة لكن لاحظوا شوي في اللوحة الثانية بقلنا مهمتين جانبية EMB Device و Infiltration Suits EMB Device هي مهمة تجيب لك جهاز يفصل الكهرباء عن الكازينو عشان تقدر تطلع او تدخل بدون ما تنكشف طبعا الأفضل توفر الجهاز لين تطلع من المكان لان طريقة الدخول معروفة وما تحتاج الجهاز عشان يساعدك بكل الأحوال في شيء ضروري لازم تعرفه بخصوص هذه المهمة في كل مرة بيطلب منك تجيب طيارة الشحن او كارجوبوب من مطار المدينة ممكن يحدد لك ماكن ثانية لكن على الأغلب بتكون في المطار بعدها تجيب الجهاز من جامعة لوسانتوس وتكلمت عنها في فيديو كامل الشيء اللي لازم تعرفه ان هذه الطيارة هي اساس المهمة يعني حتى لو انت مشتريها نفسها تبي تسوي فيها المهمة عادي جدا تقدر جيب طياراتك وتسوي فيها المهمة لكن انتبه تنفجر الطيارة الاساسية اللي حاطين عليها علامة لان حتى لو الجهاز معك بطيارتك الخاصة اذا انفجرت الهليكوبتر الاصلية بتخرب المهمة ولازم تسويها من جديد فحاول تحافظ عليها بدون ما تفجرها بكذا نكون خلصنا كل شيء ونسوي مراجعة على السريع من اللوحة الاولى بدأنا مهمة تصوير الخزنة صورنا الفلوس داخل المكان واخترنا طريقة الدخول silent and sneaky فاللوحة الثانية كملنا المهمات الاساسية مع مهمتين جانبية وسوينا خطأ كبير ممكن يتسبب بخسارتنا اش تتوقع الخطأ؟ حاول تعرف وبعطيك الاجابة بعد شوي نتقل للوحة الثالثة وبكل بساطة نضغط enter وندخل للمهمة طبعا ممكن ما تصدق هذا الشيء لكن اخذت معي تقريبا اربع ساعات عشان بس اقدر اوصل للخزنة مو بسبب اني فاشل بالمهمة لكن بسبب الناس اللي دخلوا معي عشان كده دايما انصح ان يكون معك في شخص تعرفه يساعدك بالمهمة كمثال بسيط عن اللي صار اول شخص كان عندها glitch وانتقل بين الاماكن بشكل غريب وتسبب بفشل المهمة الشخص الثاني كان عندها نفس المشكلة تماما وقلت بقتل نفسي عشان اصلح المشكلة لكن اول ما اقتلت نفسي خربت ورجعني للسيرفر الشخص الثالث سوى تسجيل خروج في بداية المهمة مرة ما انتظر لين تبدأ على طول اول ما اطلعت من الاركيد سوى تسجيل خروج وطفت المهمة عندي وزي كذا يعني كل شوي يدخل واحد واحد يطلع واحد يموت لين دخلت مع شخص اخير وقدرت اسويها باب الدخول ستاف لوبي باب الخروج ستاف لوبي وحط اعلى سعر تكسيمة 65 على 35 ونبدأ المهمة نطلع من الاركيد وناخذ سيارة الجيب من قدام الباب ونروح لباب الكازينو او الباب اللي صورناه بهذه الحالة بيكون ستاف لوبي اسحب عليك كاميرات مرة ما عليك فيها بس روح عند الباب واستخدم المفتاح عشان تدخل على السريع اول ما تدخل بدل بين الاسلحة ويجيب مسدس الكهرباء واضرب العلبة جنب الباب على الامين عشان تطفي الانذارات بعدها طلع الرشاش وبيكون عليه كاتم الصوت اقتل الحارس اللي بالجهة الثانية ورا الطاولة بعدها على طول لف وكسر الكاميرا على اليسار ورصاصة واحدة تكفي تقدر تطفيها بمسدس الكهرباء بس تكسرها افضل قدام الكاميرا على طول في حراس بالغرفة لازم تكتلهم من خلال شباك الباب قبل لا يشتغل الانذار كذا تقدر تفتح الباب وتدخل للغرفة بدون ما حد يدري عنك بر الغرفة في حارس فيا اما تسحب عليه وتكتله وانت راجع اول اسهل تكتله الحين عشان لا تتورط وانت راجع من الخزنة بعدها روح لعلامة الدرج وافتح الباب وما انصحك تروح للمصعد لانه فيه الراس عند الباب تحت فروح عند الدرج ووقف عند اول زاوية استني يجيك الحارس وقتله بنفس طريقة الحارس الاول قبل لا يشوفك من هنا ما عليك الا تجري لين توصل عند الباب اللي تحت اسحب على الكاميرات ما تشوفك كذا انت ماشي بسرعة افتح الباب وروح على طول للبابين اللي قدامك اطلع من الباب الثاني واضرب الحارس بنفس الطريقة اللي قتلت فيها الحارسين الاول والثاني طلع السلاح وقته الاول موظف من جهة اليسار بعدها بكل بساطة روحنت الباب الكبير واستنى اللي معك يفتح الباب بنفس الوقت بكذا باقي بس تجري لين توصل لباب الخزنة بالمرة الماضية كان فيه موظف ساعدنا عشان ندخل لكن اليوم جايبين معنا اجهزة ليزر عشان نفتح الباب ملاحظة صغيرة لاصحاب الكمبيوترات اذا عندك ماوس في هذا الزر الصغير فتقدر تستعمله عشان تكسر اقفال الليزر على السريع بدون ما ترتفع الحرارة بكل الاحوال اذا لعبت سايلنت اندي سنيكي وكان معك فلوس بالوضع السهل فتلاقي عندك 6 طاولات جاهزة بدون ما تهكر اي باب لكن اذا عددكم 3 او 4 اشخاص انصح واحد يهكر الابواب المقفلة والباقي يجمع الفلوس لان انا واحد بس قدرنا ناخذ 6 طاولات مع اني هكرت باب وصحبت على الطاولة الجاهزة فيعني 3 او 4 اشخاص تقدر تاخذ كل شيء وتفتح كل الابواب طيب باقي بس اطلع من المكان على 3 ثواني ونكون سرقنا مليون وخمسمية وثمانين الف الحين لازم نفتح الباب مع بعض ونرجع بنفس الطريقة اللي دخلنا فيها لكن المشكلة ان الدخول مه مثل الخروج بمعنى اني لازم تقتل الاشخاص بالنص عشان تقدر تمشير الجهة الثانية الخطة اللي سويناها اندي انا اقتل الحارس اللي لابس دروع وهو يقتل الموظف العادي الخطة نجحت بشكل ممتاز طبعا ما عليك من الكاميرات بس اقتلهم وجري لين توصل لعلامة الدرج واستخدم الباب عشان توصل للدور الثاني تذكرون الخطأ اللي قلت لكم عليه داخل الاركيد الحين بتعرفون الاجابة طلع الجوال ونفصلها الكهرباء وبكل بساطة ما نشوف شي هذا بسبب اني ما سويت مهمة infiltration suits او مهمة الملابس السوداء اللي كانت جنب جهاز الفصل الكهرباء فالمهمة كانت تعطيني منظار الليلي اللي خليك اتشوف بالليل اول ما اتطفل الكهرباء فانا ما سويت الملابس والحين لازم امشي على الخريطة كنت اتمنى اني اصور المهمة بشكل افضل لكن بعد ما طلعت على الدرج اكتشفت اني ناسي المنظار الليلي بكل الاحوال بعد ما تطلع من الستافلوبي لازم تمسك الجهة اليمين من مسار الاحصنة وتمشي لاخر الطريق لانتوصل عن سيارة الشرطة مرة معليك بالشرطة ما حد يبدري عنك حتى لو دخلت ضمن الرادار حقهم ما حد بيشوفك بس خليك ماشي انزل يمين عند السيارة واطلع من زاوية السور اليمين كذا باقي بس نسرق هذه السيارة وننزل على طول في مكان تصفية الموية وتحرفون الباقي يعني ننتظر لين تروح النجوم ونطلع من الجهة الثانية على الشارع الرئيسي ونكمل لين نوصل عند النقطة الصفراء ونبادل الفلوس على فلوس تنتهي المهمة بارباح توصل لثمانمائة الف الحين باقي بس نطلع الجوال ونتصل على بيغاسوس ونطلب طيارتنا ونزلت فوق المستشفى طبعا مضروري تجيب طيارتك اذا كنت قريب من المستشفى لان اغلب الوقت بتلاقي طيارات مجانية على السطح بكل الاحوال نروح للجهة الثانية من الخريطة او بالتحديد للبنكر حشان نشوف اش صار بالبضاعة طيب البضاعة خلصت واكتمل التصنيع للربع تقريبا هذا معناه ان عندنا سلاح جديد فنروح لريسيرش او هذه صواريخ حق دبابة ABC ممتاز والله اصلا بحتاجها بعدين بس اشتري دبابة اذا اشتريت دبابة المشكلة الاحين ان ما عندنا بضاعب فبروح لريسوبلاي واشتري بضاعب سبعين الف بما اني سويت المهمة قبل شوي وجبت مكسب كويس طيب خلصنا مهمة الاركايد مرتين وصار مستوى الشخصية اربعة واربعين وفلوسي مليون وخمسمية وعشرين الف من هنا اكون صدت لنهاية المقطع ياتكم العافية على المشاهدة لا تنسانا من اللايك والاشتراك واشوفكم في فيديو جديد باذن الله